أشجار وتلال وسماء مزيج من لوحة طبيعية ألوانها لن تبهر سوى المبصرين ومفاتنها الحسية لن يشعر بها سوى من جمعته علاقة بالبيئة تشبه تلك التي عرفها فيصل زكارن ودفعته لتأسيس أول جمعية لحماية البيئة في جنين رغم أن حرمانه من نعمة البصر أفقده التمتع بمناظر تنحني لها العيون وانت بتعملي معي المقابلة هاي بتسمع صوت عصفير بتشوفه فيه نقاء نفسك كتير مرتاح فهاي هو شعور أكتر ما أنك تشوفه أكتر بس برضو الطبيعة منظر والطبيعة إشي ألوان مختلطة والآخرة هاي برضو بيعطي جمالية كتير كبيرة الحياة الخضراء مبادرة تطوعية أسرت المهتمين بالبيئة من بينهم أحمد الذي لم تفارق الآلة التصورية يده للحظة كي يوثق الجمال وينقله لمحبي الطبيعة عبر العالم الافتراضي أيضاً عشان المتلكة يشوف هاي الفكرة إن كانت فكرة جمالية أو فكرة تذكيفية أو بغض النظر فدائماً في فكرة في الصورة مش بس الصورة، في فكرة وإحساس في الصورة دائماً على سفح هذه التلة زرعت ثلاثة ألاف شتلة بسواعد شبان وشابات آمنوا أن البيئة الجميلة والنظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان فاهتموا بتحسين الغطاء النباتي خاصة في مناطق غاب عنها اللون الأخضر بسبب مسلكيات سلبية لبعض سكانها تأسست هاي المبادرة المجتمعية لمحاولة حماية البيئة بكامل مقاوماتها سواء الهوى، الأرض الطبيعة هي بمثابة بطاقة تعريفية بالإنسان تستدعي دوماً التصاقه بتربتها وهوائها فهذه الشجرة الخضراء وتلك السماء الزرقاء